حقق نادي الجزع الرياضي ممثل محافظة المهرة إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى دور الدرجة الثانية لكرة القدم وذلك بعد أداء قوي ومقنع في دوري أبطال المحافظات الذي استضافته أمانة العاصمة وقد تمكن الأزرق المهري من تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة ليعود إلى دور الأضواء بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات ويرجع الفضل في هذا الإنجاز إلى العديد من العوامل أبرزها التخطيط المدروس للجهاز الفني بقيادة المدرب المخضرم حميد قريشي والذي تمكن من بناء فريق متجانس يمتاز بالروح القتالية والعزيمة القوية كما لعب الدعم الجماهيري دوراً حاسماً في تحفيز اللاعبين وتقديم أفضل ما لديهم وقدم الجزع عروضاً مبهرة طوال التصفيات حيث تمكن من تحقيق الفوز على منافسين أقوياء مثل الشرطة صنعة ووحدة المكلة ووحدة عمران ونجم سبأ دمار وتعادل مع رحبان حرض وبرز العديد من اللاعبين في صفوف الفريق كان أبرزهم عبد الرحمن سعيد وزايد العصار الذين سجل أهدافاً حاسمة وساهما بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز واستقبلت الجماهير المهرية خبر التأهلي بحفاوة بالغة حيث عبرت عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز التاريخي متوجهين بالشكر لللاعبين والجهاز الفني على إعادة أندية المحافظة للبطولات التنافسية ويعيش نادي الجزع مرحلة جديدة من تاريخه حيث يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في دور الدرجة الثانية ويسعى النادي إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة على المراكز المتقدمة وتحقيق الصعود إلى دور الدرجة الأولى رغم هذا الإنجاز يواجه نادي الجزع العديد من التحديات أبرزها احتجاج نادي وحدة المكلة المنظور أمام الأمنة العامة للاتحاد الذي يطالب بشطب نتائج الزعيم المهري الأمر الذي قد يمنح بطاقة التأهل لفريق آخر ترجمة نانسي قنقر